السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزانا متابعي القناة نرجع لكم اليوم بفيديو جديد وسريح حول تغذية أسماك الزينة بالديدان أو بما يسمى البلود ورم هؤلاء من المربيين طبعا يكونون مو على بالهم بأنه يغذون الأسماك بهذا النوع من الغذاء طبعا بالحقيقة إذا أنت تريد تحصل على أسماك صحية وأسماك تنمو طريقة ممتازة وتحصل من عدها على تفريق وتكاثر لازم تخلي بحساباتك بأنه تغذي أسماكك على البلود ورمز أو ما يسمى ترجمتها بالعربي يعني الديدان الدموية هذه الدموية تجي مجمدة فروزن وطبعا هناك أنواع موجودة بالأسواق أنا جربت هواي منتجات لكن صراحة أنا صلي فترة طويلة أستخدم هذا المنتج وهذا المنتج هو منتج من هولندا سعره مو كلش غالي بس صراحة النتائج اللي ظهرت عندي بالحوض وعلى الأسماك اللي يمتلكها صراحة وافحة جدا لذلك أنا أنصح كل مربين الأسماك بأنه ما يستغنون عن البلود ورمز بتغذية الأسماك طبعا أنا بهاي فيديويات من الفيديوات اللي مسجلها بالقناة بأنه أذكر هذا النوع من التغذية بس اليوم قد خلي أصوركم الفيديو على موض نفتهم الشوقت وشلون نستخدمه أخوان لازم تخلي ببالك بأنه هذا النوع من الغذاء ما يوالم كل أنواع الأسماك الموجودة يعني هذا أنت لازم تعرف السمكة مالتك هل هي سمكة تحب البروتين واللحوم أم هي سمكة ميكس يعني تحب البروتين واللحوم والخضروات أو هي ما تحب هذا النوع من الغذاء فأنت لازم تكون واعي بهذا الموضوع وتغذي السمك مالتك على البلود ورمز طبعا عادة هو مذكور هنا بأنه أنت تغذي الأسماك ما أعرف هو التصوير صار واضح يقول لك من مرة إلى مرتين باليوم طبعا مرة إلى مرتين باليوم عادة هذا بالأحواض يكون هذا الدوز عالي لذلك إحنا الآن أو شخصيا أنصح بأنه ما تستخدم هذا مرة أو مرتين باليوم تستخدم مرتين كل سبوع كل شيء كافي على الأحواض الموجودة عندك وعلى قياس الحواض الموجودة عندك تكون هذه النسبة جدا ممتازة هذا النوع من الغذاء للأسماك يحتوي على فيتامينات عالية وهذا إذا أنت تشنت ناوي تكثر الأسماك وتساعدهم على التزاوج وتساعدهم على التفريغ لازم تحط ببالك بأنه تستخدم الأكل المجمد الذي هو البلوت ورمز هذا أخوان قد يكون هذا المكعب كبير على عدد الأسماك الموجودة عندك فلذلك أنت طلع وتستخدم الكمية اللي تحتاجها فقط مثل ما تشوفون أخوان هاي المكونات اللي تيجي بالعلبة وصير بهذه الطريقة هاي تكون تيجي مجمدة فإحنا نستخدمها حسب الاستهلاك وحسب كمية الأسماك والسحراوي يكون بأنه شون نطلع مكعب ونقصقصها ونحطها للأسماك هاي أخوان يعني شوف الستهنانة تقطع الكمية اللي تحتاجها والجزء اللي ما تحتاجه اترجعها إلى البوكس هذا اليوم الفيديو قصير وبسيط بس حبيت أن أبهلكم على استخدام هذا النوع من الطعام للأسماك صراحة عن تجربة مهم جدا ولا استغناء عنه وانصح الجميع باستخدامه شكرا لكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي يمن تابعيني بالقناة يارات تتابعونا ويفعلون الزر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته